اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقتهم جديدا برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي العديد من المسؤولين العديد من الناس في نهاية كل سنة ربما يتحدثون ويكتبون شيئا عن ما يسمى جرد السنة الماضية أو المنجزات التي قاموا بها أو الانتكاسات التي تعرضوا لها الاخفاقات النجاحات هكذا في هذا الجو في هذا يعني في طار ذلك تحدث رئيس تحالف ما يسمى بالفتح هادي العاملي زعيم ميليشيا بدر المعروف تحدث يعني عن ثورة تشرين عن ثورة الشباب العراقي في تشرين يعني اللي بدأت في تشرين أول عام 2019 ومرت عليها سنة في تشرين أول عام 2020 العام الماضي تحدث عن هذه الثورة فقال كان المخطط من الفوضى عام 2019 هو القتال الشيعي الشيعي يعني سمى الثورة فتنة قال إنها فتنة سماها بالنصف فتنة تشرين وليس ثورة تشرين وأكد على أن الهدف منها كان الاقتتال الشيعي الشيعي طيب السؤال اللي يطرح نفسه الآن على هادي العاملي وعلى غيره وعلى كل هذي الأحزاب الرثة التي جاءت منذ 11 سنة واللي حكومة العراق بالحديد والنار والسرقة والفساد والخراب والشعارات الزائفة والكذب على الناس والادعاءات الباطلة يعني ماذا قدمتم أنتم أحزاب شيعية وقوى شيعي للشيعة دعنا من باقي العراقي ترك العراقي الباقي لكن لنتكلم بالمنطقة الذي تتكلمون فيه الشيعة والسنة والكرات هكذا هذه المحاصصات اللي تتكلمون به بهذه الطريقة اللي قسمت به الشعب العراقي إلى أقليات وأكثريات وفئات ومكونات ووضعتم كل هذا في هذا دستوركم هذا المسخ الذي تعتمدون عليه ساعات وتمسحون به الأحلية ساعات يعني ساعات ومقدس لا يمسه أحد وساعات تمسحون به أحذيتكم هذا الدستور الغريب العجيب اللي يعتمد على المكونات وليس على المواطنة عكس كل دساتير العالم ضمنتوا هذا الدستور هذا الحديث مالكم وهذه الطائفية وهذا الخراب وهذه المكونات في إطار ذلك نتحدث معكم ماذا قدمتم للشيعة كقوى شيعية كأحزاب شيعية كمنظمات شيعية تربت وتقولون نحن عقائديا نتحدث وتتكيون على إيران عندما يخاطبكم أحدا لماذا إيران تقولون لأنها عقائديا طيب ماذا قدمتم للشيعة هؤلاء الذين جئتم وقلتم يعني جئنا من أجل مظلوميتهم لإنقاذهم من المظلومية كل المحافظات الشيعية التي تسمونها شيعية وهي عراقية ليس لها علاقة لا بشيعة ولا بسنة ولا بكراد ولا بعراب هي عراقية لكن هكذا تقسيماتكم كل هذه المحافظات التي كنتم تقولون عنها خزاننا الخزان الشعبي الذي يدعمنا ماذا قدمتم لهم طوار 17 سنة الفقر زاد أكثر من 100% الأمراض زادت الأمية زادت الخراب زاد الدمار زاد لن تقدموا شيئا لهم هذه البصرة التي تحملون منها كل النفط انظروا إليها كمدينة ماذا تحوي هذه البصرة أهلها أفقر أفقر العراقيين يعني يحملون النفط على أكتابهم يحملون ثروات على أكتابهم وهم جياع وحفوات مناطقهم من أسوأ ما يمكن شارعهم من أسوأ ما يمكن انظروا هذه الناصرية هذه ذيقار هذه المدينة الجميلة اللي ظاهر أهلها وشبابها في الحبوب وغيرها ماذا قدمتم لها انظروا انظروا العمارة ميسان انظروا الديوانية انظروا المثنة انظروا كل المحافظة هذه تسمونها خزانكم ماذا قدمتم لهم مظلوميتهم زادت عشرات الأضعاف القهر زاد عشرات وعندما خرجوا للمطالبة بحقوقهم أكثر من مرة واجهتهم بالرصاص والنار وآخرها ثورة تشريه كيف واجهتهم؟ واجهتهم بالاتهامات وصلت الاتهامات انهم دواعش في البصرة والناصرية اتهمتهم انهم دواعش وبعد ذلك عندما لانتنفع هذه التهمة وضحك عليكم الغريب والقريب بدلتم القضية وقلتم هؤلاء عملاء للأجنبي عملاء للسفارة الأمريكية أبناء السفارات أبناء البعثيات أبناء الرفيقات كذا سميتموهم ونلتم من شرف أمهاتهم وقواتهم بطريقة فجة ومعيبة قتلتموهم وجرحتموهم معتقلتوهم وهجرتموهم بطريقة غريبة عجيبة ورسلتم قواتكم وميليشياتكم يعني تغير عليهم بالليل تحرق قيامهم وتقتلهم وهم لا يطالبون إلا بالوطن يطالبون بحقوقهم البسيطة يطالبون بالكرامة بالوطن الشعار الذي يرفعونه نريد وطنا الآن تسميها فتنة قتال شيعي شيعي ليش أنتوا قدمتوا شيء للشيعة لكي تسمي الآن القتال شيعي شيعي الشيعة ثاروا على الظلم الآن ثاروا على القهر ثاروا على الفساد والخراب ما لا علاقة في شيعة هؤلاء أهل العراق هؤلاء كل فرد عراقي منهم يطالب بحقوقه كعراقي ليس كشيعي دعك من هذه القضية هذه ما عادت تنفع هذه طائفيتكم ما عادت تنفع مثل ترميم البيت الشيعي اللي المقتضى الصدري يتحدث عنه الناس ضحكت عليه عيب هذا الكلام ما عادت بعد 17 سنة هذه الكذبة التي ضحكتهم بها على الناس انتهت الآن يعني بطالة أمراض اهمال مستشفات غير موجودة مدارس غير موجودة أبنائهم ليس لديهم مدارس مستقبل الشباب حاضرهم ومستقبلهم مجهول بطالة المخدرات غزة كل المحافظات الجنوبية القهر الأمراض القتل كل الميليشيات تتجرع عليهم وإذا بالشباب اللي ينتفض حتى مقراتكم جرفها بالجارفات يعني بالتركترات شالوا هذه المقرات وحرقوها من كثر الضيم ومن كثر القهر اللي وصلتوهم إليه وبعد ذلك تتحدث عن أنها فتنة فتنة لماذا؟ ومن أوصل العراقيين إلى هذه الفتنة؟ هذا الاقتتال الشيعي ليس هناك قتالا شيعي أنتم لا تمثلون الشيعي أنتم تمثلون أنفسكم وأعزابكم الرث الفاسدة الخربة التي خربت العراق والتي تنتمي إلى إيران وتنتمي إلى الخارج وتنفذ أجندات خارجية ليس للعراقيين مصلحة فيها هذه الحقيقة أما أنت تتحدث عن العراق بهذه اللغة وأنت من قاتل العراق سنوات طويلة هذا تاريخ طويل لكن مع ذلك كيف يمكن أن تقول أنها فتنة وشباب بعمر الورود أكثر من ألف شاب قتلتوهم في الشوارع وأكثر من ثلاثين ألف جرحتوهم واختطفتوا ونلتوا من شرفهم ومن كرامتهم بطريقة فجة ومعيبة أنتم وقواكم الأمنية هذه التي بولاءاتها الخارجية وبولاءاتها للعزاب يعني ليس لها ولاء للعراق وبالتالي تسميها فتنة فتنة تشرين وكان مخطط لقتال شيعي شيء أولا هذه الثورة لم تنتهي باقي هذه الثورة وإذا كنت تسميها فتنة فأنت تراها فتنة لأنها فتنة ضد نظامك هذا المتهرئ ضد هذه الصلطة التي التي اغتنيتهم بفسادها وخرابها ودمارها والتي خربتوا بها العراق مع الأسف الشديد هذه واحدة من الاعترافات الكبيرة كنتم تقولون قبل ذلك إنه الشباب من حقهم أن يتظاهروا نحن لهم وسندوا لهم الآن ظهرتم على حقيقتكم تسميها فتنة وتسميها مؤامرة وتسميها الهدف منها هو الاقتتال الشيعي الشيعي هذه كذبة كبيرة وعليكم أن تفكروا جيدا بالحاضر والمستقبل كيف سيكون فيه سيكون مصيركم هذا الشعب ثار ولن يسكوت ولن تستطيعوا أن تضللوا الشعب بعد ذلك هذه يعني الآن وصلتم أنتم والشعب إلى مفترق طرق والشعب ذهب يمينا وأنتم ذهبتم شمالا والهو بينكم عميق جدا جدا ولا ينفع هذا الحديث وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين أستولعكم الله اشتركوا في القناة